تلقب بمتيجة الشرق أو خزان فاكهة التفاح الجزائري هي قرية مريال ببتنة التي تتوفر على أراضي فلاحية بها الآلاف من أشجار التفاح إلا أن فلاحيها بعد وفرة الإنتاج وقبل مرحلة البيع يواجهون عدة عرقيل عدد الأشجار يفوق مئة ألف شجرة مثمرة الناس يفوتوا على الطريق وكل يشوفوها رأي متيجة وكل فلاح هذا وكان عنده غرف تبريد لتزلوا السلعة نتاعه ينجم يخزنها يبيحها بسعر معقول ينجم يرجع المصاريف نتاعه نبيعه خمسة ألاف ستة ألاف والتفاح في السوق قررنا نلقاوه السنة الحق حتى الخمسين طلبوا من السلطات يدعمونا بالفيلي بليشامبر فرواء مشكل السقي هو الآخر أخذ حسة الأسد من معاناة هؤلاء الفلاحين الماء انقص علينا والسلطات لا يريدون أن يعطينا حتى لنصفيوا الآبار لا يريدون أن يمدونها والله كانوا الآبار اللي يبسوا ما بغوش يمدونهم الترخيص باش يزيدوا كاشمية يلقوا الماء يفكوا صجران تاهم حري إذن بالجهات الفلاحية التحرك وإنقاذ المنتوج من ضياع قبل فوات الأوان أو أن المسؤولين على الفلاحة بالمركزية يعتبرون القطاع الأخضر بديل للأسود والمسؤولون في الولايات يعتبرون هو من الكماليات ترجمة نانسي قنقر